لا مسار يعلو على المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية هذا ما خلص إليه تقرير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقية موسى فقي محمد سلمه إلى رؤساء دول حكومات الاتحاد الإفريقية المجتمعين في نواكشوت التقرير أكد بوضوح أسبقية المسار الأممي وحدد الإطار الذي ينبغي أن تصب فيه جهود الاتحاد الإفريقية ففي الفقرة عشرين سين أكد التقرير على ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة من أجل زيادة فرص نجاحها مشددا على أن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسار موازن لمسار الأمم المتحدة وزادت التوصية الحادية والعشرون باء الأمر وضوحا بتنصيصها على أن دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يهدف إلى مواكبة جهود الأمم المتحدة ودعمها حيث ما زال مجلس الأمن الدولي يتولى هذه القضية التوصية الموالية واحد وعشرون سينة حددت كذلك مرجعيات معالجة قضية الصحراء قائلة إنه طبقا لدور المواكبة والدعم المحدد للاتحاد ينبغي لمؤتمر الاتحاد أن يقدم دعما فعالا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والقائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة كما رفع التقرير يد أجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى عن ملف الصحراء خاصة تلك التي تم استغلالها من طرف خصوم المغرب من قبيل مجلس السلم والأمن التوصية الحادية والعشرون دال أوضحت أنه من أجل ضمان التناسق اللازم فإن قضية الصحراء لا يمكن أن تثار إلا في هذا الإطار وعلى هذا المستوى في إشارة إلى مؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى رؤساء الدول تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي عكس كذلك بدقة الموقف المغربية مذكرا في فقراته الثانية عشرة أن السلطات المغربية أكدت مجددا على الدور المركزي للأمم المتحدة في قيادة مسلسل التفاوض وتحذيرها من مخاطر اعتماد أي مسلسل موازن